تنضم إلينا من هونغ كونغ سيدة أليشيا غارشيا هيربر كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتكسيس أهلا بكي معنا في البرنامج طباحا هذا اليوم بداية هذه الاتفاقيات التي من المتوقع يتم توقيعها بين الجانب الروسي والجانب الصيني تأتي في وقت يعني يبدو أن روسيا على علاقة مضطربة مع الدول الغربية ولكن إلى أي مدى من الممكن أن تكون داعمة للاقتصاد الصيني في هذه المرحلة الحساسة من تراجع النمو وللاقتصاد الروسي الذي يتعرض للكثير من الضغوط للجيوسياسية الصين ومنذ فترة طويلة ومنذ أو بالأحرى روسيا هي تعتمد على الصين بعد العقوبات وكان هناك طبعا في عام 2015 انهيار في أسعار النفط وروسيا اضطرت وقتها إلى توجيء اهتمامها إلى الصين من خلال الاتفاق على مد نبوب غاز أساسي وكان هناك التزام بضخ 400 مليون دولار لنقل الغاز من روسيا إلى الصين لكن هذا المشروع لم يكن علاقة برسال الغاز إلى أوروبا لأن الغاز يأتي من مصدرين مختلفين لكن هذا أعطى فرصة لروسيا لكي تعيش دون أن ترسل الغاز إلى أوروبا إذا اضطرت إلى ذلك وهذا ما يبدو عليه المستقبل في ضوء التوترات الجيوسياسية الحالية إذن باختصار الصين تشكل أمل حقيقي إلى روسيا لكن هذا يعني أن روسيا ستعتمد على الصين بشكل متزايد وهذا موقف لا يرغب بوتين بأن يظهره لشعبه لكن يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه إذن هذا الاعتماد الروسي الممكن على الاقتصاد الصيني أو على الصناعات الصينية يبدو كما تقولين أن بوتين لا يرغب بإملائه على الشعب الروسي ولكن إلى أي مدى هذه العلاقة التجارية الوثيقة نوعا ما بينهما في هذه المرحلة قد تشكل أيضا نوع من شريان حياة بالنسبة للصين التي أيضا ترزح تحت نوع من طباط النمو في هذه المرحلة شريان حياة إضافة طبعا بالنسبة لسؤالك عن أهمية روسيا بالنسبة للصين وإلى حد ما وعلى المدى القصير وهنا نتحدث عن خمس سنوات عندما نقول على المدى القصير الروسيا مهمة لأنها مصدر مهم للغاز وخاصة أن هناك مرحلة تحول في سلة الطاقة التي تستوردها الصين وهي تريد أن تقلل اعتمادها على الفحم لأن 70% من إنتاج الكهرباء حاليا هو بواسطة الفحم وبالتالي الصين بحاجة إلى غاز وثمانية في المئة من الغاز الصيني هي تشتريه من روسيا وبالتالي هي ستساعد الصين على الانتقال نحو الطاقة الخضراء وهذا يعني أن الصين ستعتمد على الغاز ثم ستنتقل الطاقة الخضراء وهذا يعني أن روسيا ستخسر هذا المصدر وطبعا هناك أمر آخر وهو موضوع القوى العسكرية والصواريخ وبالتالي هي تكمل الصين وفي المستقبل ما سيحصل هو أن روسيا ستكون أكثر اعتمادا على المستوردات الصينية وروسيا سيقل ما ترسله إلى الصين لأن همية الغاز ستقل بعد عشر سنوات إذن بالمجمل الصين لها اليد الطولة في هذه العلاقة لأن الصين أقرضت 70 مليار دولار لبناء قوة سيبيريا أم بوب قوة سيبيريا بين 2015 و2018 تقريبا وبالتالي هناك الكثير من الديون الروسية للصين طبعا ولكن روسيا ستساعد الصين على الأقل بالالتزام بمعايير الطاقة النظيفة على الأقل بالالتزام بالتحول نوعا ما إلى الحياد الكربوني التي تعهدت به مؤخرا أليسيا جارسيا هريبوك كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ في ناتكسيس أنا أشكرك جزيلا الشكر على وزودك معنا اليوم شكرا